أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل 12 إرهابيا من عصابات داعش وذكر بيان للخلية أن قوة مشتركة من لواء مغوير قيادة عمليات الجزيرة وحشد البونمر نفذت واجب تفتيش لمناطق شمالي الأنبار وغربي صلاح الدينة وأثناء التفتيش اشتبكت مع عناصر إرهابية كانوا داخل أحد الأوكار في منطقة أم الطوس مبين القوة المنفذة للواجب تمكنت من قدل سبعة عناصر من داعش الإرهابي وحرق ثلاث عجلات لهم محملة بالأعتدى والمتفجرات وأضاف أن طيران الجيش من جانبه لاحق ثلاثة إرهابيين حاولوا الهرب وتمكن من قتلهم